موسيقى مشاهدين على كناة هلا وبانيت جروب أهلا وسهلا بكم كما تعودنا بعد الموجة المفتوحة مباشرة مبسوطين مع هلا حتى نعطيكم طاقة إيجابية تابعوا لبداية برنامج هذا اليوم الإخباري خليكم معنا دايما أهلا وسهلا فيكم تحيات لطاكم قناة هلا اللي بتعب معنا دايما لنكون عندكم بأحلى صوت وأحلى صورة في الإعداد والتقديم معكم بسيم خلينا نبدأ مباشرة ونذكركم الرقم رح يكون على الشاشة كمان شوي وطبعا من تعيبه ما كذا بالمثل من تعيبه بقول المثل وهيك قاله أجدادنا صحة على جبينه بتبين الصحة أو على بطينه بقوله أجدادنا الصحة بتبين بالبطن كمان أو على جليبه جليبه يعني القلب هيك كان يقوله أجدادنا من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على مثل ما ذكرنا قليبه أو جليبه كيف بدكم ذكروها الرقم على الشاشة 0583924051 بدنا كتير تفاعلات سريعة اليوم وقتنا كتير كتير دايق فخليكم معنا على السريع نواخد كل التفاعلات الحلوة اللي بتوصلنا كمان من خلال تفاعلات كلها تهاني بتجننوا أيضا كتير كتير ببعطولنا أمثال رح تكون معنا خلال بكرة الخميس هلب الخميس وأيضا خلال الأسبوع القادم والأسابيع القادمة وان شاء الله تكون أحلى بكتير من كل الأسابيع اللي مرت خلينا نشوف سناء حداد من ترعان تحياتنا إلك معروف المثل كمان بترعان أول إجابة صحيحة منك سناء أهلا وسهلا فيكي بأهل ترعان لكل اللي نضمونا بهاللحظات من تعيبه يا جماعي يعني من تعبه من عرق جبينه هيك بيقوله من تعبه صحة على جبينه بتبين على جبين صحة على بطينه ببين الكرش أكيد أو صحة على قليبه تحياتنا لفوزية حمدون كمان إجابة صحيحة من دير حنة أيضا ما زالنا بدير حنة كمان عايدة من دير حنة جواب صحيح وبقولكم سهلناها كتير ورح نعطيكم دائما اختيارات حتى نوجهكم للطريق الصحيح دائما مع قناة التوعية قناة هلا الحج أبو حسام الحجيح يا من الطيبة الرقم صحيح مئة بالمئة ما تغير يا حج أسعد الله مساكم بالخير والسرور والرزق الموفور شو أحلى من هيك أمي محمد حسان من طمرة جوابك مئة بالمئة أمي محمد وأهلا وسهلا كتار ناطريننا ومستعجلين بدن يبعثوا وهذا طبعا بسعدنا من تعيبه صحة على كمان الحج مصطفى من دير الأسد تحياتنا إلك جواب صحيح معروف طبعا بكم تختاروا يا من تعيبه صحة على جبينه ببين الجبين ببين الصحة بقوله أو صحة من تعيبه بتبين على بطينه بسي عنده كرش الإنسان لما يكون مبسوط لما مش مبسوط دغري بروح الكرش وبيضعف الإنسان أو من تعيبه صحة على جليبه الجليب هو القلب محمد عبود من علود تغير الرقم يا محمد أهلا وسهلا فيك وعليكم السلام أبو العبد من يافت الناصري جوابك صحيح يا أبو العبد يعني قلائل جدا اللي رح يقعوا بالفخ بكل الأمثال من تعيبه صحة على مية بالمية الكلام يوسف حلبي من دالية الكرمل جوابك صحيح يا يوسف عايدة بتحيش من الناصري أكيد مثل معروف يا عايدة من تعيبه زي ما بتقولي صحة على مية بالمية الكلام سوزان من اللد كمان باللد معروف المثل وكتير كتير اليوم حبيت أنه نجيب هذا المثل حتى يعني نحكي لكتير ناس أنه لا إيش بتضلوا تدخلوا إذا هو من تعبه صحتين على قلبه صحتين عليه صحتين على تعبه على جبينه على بطنه مش مهم المهم تقوله الكلمة الصحيحة ونجلة مرعي من اللي فريديس كمان بتقول الكلمة الصحيحة يسعد مساكب اللي فريديس وعليكم السلام ام نور من بسمة طبعون من جليبه من تعبه صحة على جبينه على بطينه أو على جليبه وطبعا ام نور من بسمة طبعون جوابك 100% صحيح أيضا إجابة صحيحة خليل حاتم عكري من كابول وعليكم السلام يا خليل وبحب أبعد تهنئة للوالدة الغالية ام يوسف بمناسبة عيد ميلادها وجواب صحيح تحياتنا للوالدة ام يوسف للمئة وعشرين مع كل الأمهات وكل اللي عندهم مناسبات سعيدة ام سليم من ترعان 100% الكلام تحياتنا لك ام سليم أسماء الياس من البعني كمان جواب صحيح أيضا في البعني معروف المثل وعليكم السلام ام سعيدة من المشهد الرقم اللي اخترتين ما تغيري عنه 100% تحياتنا لكل اللي ببعتوه لنا طبعا من عرابة البطوف تكتبوها كتابي يعني ببعتوه لنا تسجيل صوت السعب أسمعه على البس طبعا قاسم أهلا وسهلا بقاسم من عرابي جواب صحيح وسيم فلفل من الناصري على السريع بدي أخذ كل التفاعلات لأنه عن جد وقتنا كتير ديء اليوم وعليكم السلام من ام أحمد من قرية 2 من تعيبه بتقول بقرية 2 معروف المثل من تعيبه يعني من تعبه صحة على بالزبط على جبينه على بطينه يعني البطن أو الكرش أو على جليبه هيك بقول المثل وأجدادنا ما كذبوا بالمثل والمثل دايما صحيح فادي حلبي من دالة الكرمل جوابك صحيح يا فادي تحياتنا لكم مرحبتين أيضا صحتين بقولولنا من عسف يا أبو رامي أبو رامي حسين 100% صحة وصحتين المثل طبعا إذا على جبينه أو على بطينه أو على جليبه التلاتة بزبطه ولكن أجدادنا اختاروا واحد فقط وإنتوا اختروها وعم تختروها وفا حسن من يا فا الجواب صحيح تحياتنا لك يا وفا أيضا مساء الورد مساء الورد من مين مساك ورد ومن تعيبه صحة على رانا زعبي من قرية الدحي تحياتنا لك يا رانا جواب صحيح مساء الخير نوف ماجد من توبة كمان معروف بطوبة توبة زنجرية احنا منقول طبعا معروف المثل من تعيبه لشو بتتدخلوا انتوا بالعالم تصيروا بتكو يعني لقيش تصرف لقيش تتدخل إذا كان من تعبه أعطوه مجال من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على جليبه هيك قال المثل وما كذا وهذا المثل طبعا قالوا أجدادنا حتى يعطو اللي منسميها احنا خصوصية انه ما تتدخلوا انتوا كمجتمع بالألفين وثلاثة وعشرين على مشارف الفين واربعة وشرين ما تتدخلوا بالإنسان إذا من تعبه لشو بتصير تقوله تصرفش وفر حلو ننصح بس إذا من تعبه هو مبسوط خلوه مبسوط يا جماعة من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه صحة على قليب ولما يجي يطلب منك قلوله يا عمي نصحناك انت ما رديتش المهم خليه مبسوط ما تتدخلوا بخصوصيات البشر يا جماعة هاي اليوم على هامش توعية مبسوطين معهلة بقناة التوعية ام جهاد من باقة الغربية من تعيب وبتقول كمان بباقة الغربية صحة على كلام صحيح مئة بالمئة تحياتنا لكم بباقة وعنا هنا عطلة أيوب من شفا عمر جوابك صحيح يا عطلة مئة بالمئة أيضا كمان كل الإجابات تقريبا يعني نور الهدى من الريني جوابك صحيح يا نور أيضا ماريا سلطان من الطيري من قليبه من تعيبه بتقول صحة على بدك تغيرك ماريا سلطان انت ومحمد من علوت وقعته بالفخ بدك تغيره تبارك من يافت الناصري جواب صحيح يا تبارك وأبو الأمل من عسفيا كلام صحيح أبو الأمل بيعسف يا معروف المثل وكمان يعني من خلال مشوارنا منوجه لكل اللي عم بشاهدونا بكل مكان انه يا جماعة إذا هالإنسان من تعبه هو مبسوط بده يشتري هالغرض بده يشتري سيارة بده يشتري بيت يعني لشو بتتدخله بحياته بأشياء خصوصية أو خاصة فيه احنا منقول من تعيبه ما هو من تعبه مش جاي يأخذ منكو من تعبه صح على جبينه على بطينه أو على قليبه ممكن فيه ناس تحب بالمطاعم تحب تروح تقعد بمطعم لشو بتقولوا لشو بتروح على المطعم ليش بتروح شو إلكو عند الناس بالزبط هيك احنا منقول خلي كل إنسان بحريته حرية شخصية اسمها حرية شخصية بالانجليزي برايفسي بالزبط هيك من تعبه صح على جبينه صح على بطينه أو صح على قليبه كتير ناس بتحشر حالها بما لا تعنيه فتلقى ما لا ترضيه مرات رقية سمري من الجديدة جواب صحيح يا رقية وكمان النصيحة بألف شكرا إلك رقية الحج نوال إم مصطفى من كابول بتقول من تعبه صح على كلام صحيح الحج نوال إم مصطفى من كابول بقول كل مثل فيه كتير كتير توعي من ناحية تدخلاتنا إحنا كمجتمع عربي ببعض كتير مرات ناس بتقولك بتدخلوا فيه يعني ليش تدخلوا بخصوصيات تدخلوا بأشياء ممكن اجتماعيا شو يعني من نسبة للحارة للبلد للبلاد أما تدخلوا بالإنسان ذاته أكيد تحياتنا ودائما يعني ما تكتبوا لنا من رد أو ما من رد وصلت طبعا الرسالة لبنى فهم إسا شفناها عم نرد عليك من التعيب وصحة مية بالمية لبنى تحياتنا لك دائما بتكونوا يعني الصبر مفتاح الفرج لما تصل الرسالة أمامي دغري بشوفها وعم ببشي بالترتيب حتى ما نطعا حدا ويزعل عبد الرحمن عرباسي من كفر قرع مية بالمية المثل وانا بعرف أهل كفر قرع كمان شاطرين بالأمثال مثل تماما مع أهل المزرعة أم مندر والأحفاد مبسوطين مع هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج كل توعي بالأمثال شكرا إلك واللي من تعيبه صحة على مية بالمية شو اختارت أم مندر وأحفادها على جبينه على بطينه أو كرشه أو على جليبه القلب طبعا تحياتنا لكم بالمزرعة إلك والأحفاد أم مندر كمان إجابة صحيحة مهة راسم زعبي بطمرة الزعبية كلام صحيح يا مهة مية بالمية الكلام وبقولكم عنا كمان هناك يسعد مساكم تحيات لقناة هلال حج حسن من كفر مندة من تعيبه صحة على مية بالمية وكتير ناس حاب بالمثل لأنه فيه مثل هيك لسعة لكل البشر أو الجيران بالمجتمع اللي بتدخلوا ببعض يعني إذا هو مرتاح وهو اللي تعبه شيء إلي جاب هالمبلغ مثلا من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على قليبه إنتوا لإيش تدخلوا فيه هو مبسوط ذيولا هشول من الجيش كمان بالجيش نصيحة بألف اليوم جواب صحيح ذيولا وعنا كمان من كفاك إم الجود وجوري قدورة من عكا مية بالمية كلامكم صحيح كفاح أنت كاتبتها كفاك بالكاف كفاح أهلا وسهلا فيك كفاح وجوري والجميع كمان وإجابة صحيحة جميلة إم ريم من عرب الحلف إجابة جميلة جدا من تعيبه بعرب الحلف كمان بقولك لشو بتدخلوا بخصوصيات العالم ما هو من تعيبه هو اللي تعب هو اللي شئي وجابها المصاري من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو كرشه أو صحة على جليبه هيك قال المثل وما كذب تحياتنا إلك جميلة إمريم من عرب الحلف عنا كمان أمال من يافا أكيد أمال دائما من عيد كل الأمثال حتى الكل يسمعها وإجابة صحيحة وعليكم السلام فاطمة من وين ما كتبت لنا فاطمة ما كتبت لنا فاطمة وصارة ونيل سيرو فعور من شعب جواب صحيح مية بالمية وكل واحد على لهجته ممكن يقول يعني فيه ناس بتقول على جبينه فيه ناس بتقول على بطنه بدل بطينه فيه ناس بقوله على قلبه أو قلبه أو كلبه أو قلبه بالجال كمان يعني كل واحد حسب لهجته منال مواضحة تحياتنا إليك منال والمثل بدك تفكري كمان تبعتي لنا إجابته من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على قليبه إم الأمير من الناصري جواب صحيح إم الأمير ونعرف كمان أهل الناصري حافظين المثل وما حدا يا جماعة لا بالناصري ولا بكل مجتمعنا العربي الرائع بتدخل بحدا أكيد عم بتقولوا كلام صحيح ولا لا مية بالمية ما حدا بتدخل بحدا كل واحد وخصوصياته الخاصة انفوزي من الكدس كلام صحيح انفوزي من اتعيبه بالكدس حتى لو أنه هو اللي تعبان وشقيان من اتعيبه صحة عجبينه عبطينه أو عقليبه محمد من علوت تحياتنا لك الجواب صحيح مية بالمية محمد وأكيد وصلت يعني للإيجابة أميرال من يافة الناصري من اتعيبه صحة وصحتين كمان كاتبت لنا على جبينه على بطينه أو على قليبه كلام صحيح تحياتنا لكم بيافة الناصري أميرال وعليكم السلام الحج أبو الناجم من النعورة الجواب صحيح مية بالمية كمان يعني بزور كتير بالنعورة ناس ما حدا بتدخل بحدا كل واحد بحاله أنا جارك وانت جاري كل واحد بحاله مية بالمية مثل خيرات معك أم مهدي ومن حب برنامجك شكرا يا أم مهدي من وين ما ذكرت لنا من طمرة تحياتنا إليك والمثل أكيد من تعيبه من تعبه يعني صحة على جبينه صحة على بطينه أو على قليبه واخترتي هناك أم مهدي من طمرة جواب صحيح مية بالمية تحياتنا صور توعي للمشاهدين بعثت لنا كمان لحاج مصطفى شكرا إليك حاج ولكن سعب طبعا أقعد أشرح صور لأن المشاهدين مش شايفين شو أنا شايف فتحياتنا إليك بشكرك دايما فرج عمر من دير الأسد من تعيبه صحة وصحتين بكتب لنا هناك فرج على كلام صحيح شكرا فرج على الكلام الحلو شكرا إليك جدا بدير الأسد مساء الخير تحياتنا أم أيمن من يافت الناصري من تعيبه كمان بيافت الناصري ما حدا بتدخل بحدا يا أم أيمن وأنا بشوفه بعرف طبعا بزور كتير ناس فش كل واحد وخصوصيات وما حدا بتدخل بخصوصيات حدا عم بتقوله صح الكلام أم أيمن من يافت الناصري بتقول من تعيبه إذا كان من تعبه وهو اللي الشقي وتعب وسهر الليالي واشتغل ليجيب هالمبلغ يشتري فيه شغلة لشو بتقولوله مثلا ليش شريط الشغلة ما هو من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على قليبه معروف المثل وهيك طبعا أجدادنا حطوا مثل تقولوا فاصل بين تدخلات الناس بأبسط الأشياء يعني من زمان من مئات سنين كل واحد له خصوصياته وإن شاء الله أن كل مجتمعنا بهذا التوعي اللي بالمثل ما حدا يتدخل بخصوصيات حدا إلا إذا كان مثلا يعني أب أم كثير مرات بنصحوا الأب والأم نصيحتهم بألف ده تماما أم أيمن شكرا إليك على الكلام وطبعا إجابة صحيحة من يافت الناصري نطينا على الطيبة عندنا هون أم حسين عياد أهل الطيبة الأطياب كلام صحيح يا أم حسين أهلا وسهلا فيك من الطيبة واللي من تعيبه طبعا صحة على هيك بتقول مرام من تمرة كمان مرام يعني كلام صحيح وجميل جدا مرام صحتين في ناس بقولوا مش صحة واحدة صحتين أبو سامر من المغار كمان بالمغار كثير ناس بتقولك يعني جار نشرة سيارة مثلا كثير بصيروا الجيران يتدخلوا لشو هالسيارة كبيرة صغيرة بتنفعك تنفع كاش تسع ولادك تسعش ولادك كروستين تلت كراسي أربع كراسي بتدخلوا بأشياء ما هو من تعيبه بالمغار وبكل المناطق من تعيبه يا جماعة صحة على جبينه على بطينه حتى مرات منشوفه نصحان منقول من تعيبه بروع المطاعم بحب يوكل برة حر يعني لشو نتدخل إحنا كمجتمع وقنات التوعية قناتها بأبسط الأشياء حتى بالأمثال في توعية بكل مثل يا جماعة والتوعية مثل ما بقول أبو فادي أستاذ بسام الإعلام الكبير فوق كل شيء هاي يعرفوها لأنه عن جد إذا وعين أولادنا كمان ما يتدخلوا ببعضه هن صغار بالحضانة حتى ليش أنت عامل هيك؟ ليش جايب هاي أنت بتعودوا على كبر كل واحد بتشوفه يعني بكتير مجتمعات ما حدا بتدخل بحده كل واحد حر بحياته بيومه اليومي فمن تعيبه من تعبه شاء صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على جليبه المثل معروف وفيه كتير توعية لعدم التدخل بخصوصيات الآخرين فتحياتنا لأبو سامر من المغار وصلت رسالتك لكل أهل المغار اليوم أبو سامر ويسرى أبو ريا من سخنين كمان بتقول بسخنين ما حدا بتدخل بحده من تعيبه صحة على وكلامك صحيح مساء الخير إليك يسرى أبو ريا من سخنين تحياتنا لكم بسخنين وتحياتنا لمن هنا بدنا نفتش على الاسم رجاءا مثل ما منقول دائما كتبوا لنا الاسم لأنه صعب أظل أفتش على الأسماء من الطير سائدة سائدة دائما قبل المثل الجديد كتبيه لنا انتباعك طبعا كلمة صحيحة ولكن بدنا اسمك سائدة من الطير أهلا وسهلا فيك سائدة وعليكم السلام أحمد زعبي من الطيب الزعبي اعملوا زي أحمد أنا أحمد زعبي من الطيب الزعبي المثل بيقول من تعيبه صحة على كلام صحيح شكرا شكرا إليك على الكلام الحلو أحمد زعبي من الطيب الزعبي وإن شاء الله يا أحمد كل الناس هيك تفكر بالزبط وعليكم السلام ألائم عمر زعبي كمان من الطيب الزعبي مازالنا بالطيب لشو نأخذ كمان تاكسي ونبعد خلينا هون من تعيبه بتقول صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على جليبه والكلام صحيح شكرا إليك ألائم عمر زعبي تحياتنا لكم نسرين مطانس كمان بحيفة بعرف يا نسرين ما حدا بتدخل بحدا كل واحد بحاله صحيح فبتقول نسرين مطانس من حيفة من تعيبه يا جماعة ما هو من تعب وشقه لشو بتقوله ليش وليش وليش من تعيبه صحة على مية بالمية وصحتين على كل اللي عم بشاهدونا كمان يسعد مساك ويعطيكم العافية شكرا إليك نسرين مطانس من حيفة زهيرة من كفركنة كمان يعني بكفركنة معروف المثل وممكن أنه بقلوه بلهجتهن كمان من تعيبه صحة عجبينه على بطينه أو على جليبه بكفركنة زهيرة كلامك صحيح أهلا وسهلا فيك زهيرة وإجابة صحيحة كمان سليم حسن دباح من دير الأسد كمان يا سليم معروف المثل بدير الأسد ونشكر الله كمان بدير الأسد ما حدا أبدا ما حدا بتدخل بخصوصيات حدا كل واحد عايش حياته الخاصة بدون تدخلات خارجية لا من الجيران ولا من كل البلد انتبهوا كتير فمحمد زعبي كمان من الطيب الزعبي بيقول مرحبا ومن تعيبه كمان انتوا بالطيب الزعبي معروف من التعيبه هو اللي تعبه واشتغل لجاب هالمبلغ مثلا لاشترى شغلة ممكن فيه ناس مثلا بتحب رياضة معينة بيشتروا هالشغلة اللي يستعملوها بالرياضة لشو شريتها بكرة بتزهقها هيك بصيروا يقولوله بيكسروا أنا بقول مأديفه يعني بيكسروا عزايمه بيكون بده هو ينطلق مثلا بالرياضة بيجوا هدولا الجماعة اللي سلبيين على الآخر بيجوا بقولوله لشو شريتها وحطيتها المبلغ هو مبسوط من التعيبه صح على جبينه صح على بطينه او صح على جليبه اليوم حاسس حالي بحكي باسم كتير ناس بمجتمعنا ماكلينها ومجربينها بالضبط قديش في ناس بتتدخل لا تكسير يعني بقول أنا متلا بيكونوا عندهم طموح بدين يعملوا شغلة معينة وينجحوا فيها مبسوطين عندهم طاقة بيجوا هدول الناس بيوقفوا لهن بيقولوله لشو دخلك مش راح تنجح سلبيين على الآخر هدول الناس الله يبعدهن عننا وعنكم جميعا بالضبط يعني في ناس طاقتهن إيجابيه يريتي يضلوا حوالينا لأنه هدولهن أساس نجاح كل إنسان عنده هدف فكتير ناس بقول أنا مرات ولا شو جيت هبطت عزايمها مثلا بدها تفتح صالون مثلا بدها تفتح شغلة تشتغل بيجوا بقولوله لا مش راح تنجح دغري من أول يوم أعطوها مجال يا جماعة أعطوه مجال فهي هي التوعي بهذا المثل من تعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على جليبه فتحياتنا لكم أنتوا اللي ما بتتدخلوا بأي حدا وبتدعموا أي موهبي بمجتمعنا هذا مهم جدا لأنه الدعم أساس النجاح إذا حدا بده يعمل أي مشروع وبلاقي حدا حده بنجح إذا بلاقيش حدا حده بيئس بلاقي حاله لحاله وصعب إنه شخصيته هل قد بده حدا يدعمه فإنتوا كونوا الداعمين لأي حدا بمجتمعكو لو كان من العالي أو غريب من الحارة أو من البلد أو من بلد تاني شوفوا ما أحلى إذا مجتمعنا كله بيدعم أي موهب بمجتمعنا بيكون مجتمع كله مواهب ناجحة بالضبط هيك وهذا المثل اخترته اليوم تحديدا لكتير ناس بحبوا دايما يحطوا عوائق كان يقولوا بيحطوا عصي بالعجلات يعني عجلات مثلا البسيكليت أو الشغلات هاي بيحطوا عصي طب لا إيش أنت بتخرب عليه خليه داعس وساحل بالضبط وعليكم السلام إم كريم من كفر قرع صحة وصحتين بتقول إم كريم اللي منتعيبه صحة وصحتين على مية بالمية كلامك إم كريم من كفر قرع والمثل كتير ناس كتبت لي أنه يسلم اختيارك على هذا المثل لأنه كتير مثل فيه توعية لكل مجتمعنا أنه عدم يعني التدخل بخصوصيات الآخر لإزالة أي تفاؤل بنجاحه بالمستقبل كتير ناس بتقعد على جنب بتقول لك لا إيش ما هو قال لي واحد من المقربين قال لي خلاص مش راح تنجح قعد على جنب بالعكس أنت كنت صبور وإنجح نهال زعبي من الطيب الزعبي بتقول منتعيبه صحة على والجواب صحيح نهال أهلا وسهلا فيكي إم هيثم وأبو هيثم أدهم وآية كيوف كيفين بيعسف يا معنى وبيقولوا منتعيبه كمان بيعسف يا بعرف ما حدا بتدخل بحدا وكل واحد ناجح بيدعمه أهل البلد بالظبط هيك زي كل بلادنا منتعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على قليبه وتخيلوا أنتوا يا مشاهدين ومشاهدات قناة هلا لو كل الناس بيدعموا أي إنسان على طريق النجاح بعده أول خطوة بطريق النجاح بعده عم بطلع سلة من نجاح أول درجة يقولوا له اه ادعس اطلع شو أحلى من هيك اه انجح احنا معك احنا حدك إلا ينجح يا جماعة يا مصدقونا وشوفت كتير أمتلي اللي حواليهن نجحوهن بدعمهن خاصة المعنوي مش ضروري مادي معنويا انتوا لازم تعطوا دعم معنوي لكل اللي حواليكو دايما وأبدا ما تكسروا على زي مهم بيكونوا جايين بطاقة هالشباب مخلصين صف 12 مخلصين جامعة بدين يبدوا مشروع كن بيجي واحد من العيلي لا لا هذا مش راح ينجح أبدا بالضبط هيك بقوله بقوله انت شو عرفك راح ينجح خليه ينجح خليها تنجح بقونه قالوا يخليهن طبعا هذول الزلام يعني ما قلنا غنى عنهن بالعيلي ولكن دايما قلدنا حدا ممكن يعرف مين دايما فيه حدا بالعيلي بكل عيلي بيجي هيك لا 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 بعملك هيك هذول الناس الله يبعتن عنه وعنكم لو زعلوا بهمش لأنه إذا بعدوا شوية كلهم راح ينجحوا كل العيلي راح تنجح بالضبط هيك زياد الطيب سواعد أهلا وسهلا فيك زياد من شفا عمر ألف تحية ومن اتعيبه صحة على بدك تصحح الاسم انت بي كتير بسين الاسم شو جايب لي اسم تاني ما قليش علاقة فيهن تحياتنا إلك وصحة على هالة من الليد بديك تغيري هالة وقعت بالفخ يا جماعة يعني القلائل فيه ناس وقعت وطلعت من الفخ بديك تغيري يا هالة من الليد من اتعيبه صحة على جبينه صحة على بطينه أو صحة على جليبه فاصل وبعده منواصل شوي على هذا المثل نستبدله بمثل التاني بالفقرة التاني خليكم معنا موسيقى 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 عدنا مشاهدين للمتابعة ووعدناكوا هيك بأكم يعني تفاعل عشوائيا نختارهن على المثل الأول لنأخذ الفقرة التاني ببرنامجنا مبسطين مع هالة مساء الخير عمر سكران من معاوية من اتعيبه كلامك صحيح يا عمر من اتعيبه مثل ما منقول دائما صحة على كلامك صحيح أيضا كمان تفاعل سريع مراحب للجميع خالد وتد من جد المثلث تحياتنا إلك جواب صحيح يا خالد من جد المثلث أيضا باللهجة الطيبوية بقولولنا هناك كمان نعمة عمر زعبي من الطيب الزعبي بقولوا من اتعيبه صحة على جليبه بالزبط هيك وهذا هو المثل اللي كان معنا بالفقرة الأولى أكيد يعني أنتوا يا جماعة من اتعيبه من شقة صحة على جليبه خليه يتمتع لشو بتتدخله لتوقفه كل يعني مجريات التفاؤل أو مثلا شغال بهدف مستقبلي بتعملوله انتوا حاجز ستوب بتقولوله من اتعيبه صحة على جليبه أكيد رح ينجح لما إحنا منوقف جنبه ومندعمه أو مندعمها خلينا نتابع بقول المثل وما كذب الكسل الكسل بأي مجال بحياتنا هو مفتاح القصر يعني إذا كسلنا وكنا كسلانين نصل مثلا للقصور ممكن الله أعلم أو الكسل مفتاح الدهر يعني كتير نصحونا كونوا كسلانين بتنجحوا بالزبط فيه كتير ناس بقولك بدروس بنجح فيه ناس الكسل مفتاح الفقر برقم ثلاثة يعني ممكن تختاروا الكسل مفتاح القصر لوصلنا للقصور وللمراتب العالي الكسل مفتاح الدهر بالزبط قالوا ما كذبوا أجدادنا أو الكسل مفتاح الفقر كل واحد كسلان بيكون فقير ممكن خلينا نشوف هبة محاجنة من إم الفحم بتقول من تعيبه صحة على قليب ومش بطينه يا هبة البطين هداك يا صحتين على اللي بحب الأكل صحيح غادة من تمر الزعبية الرقم بديك تختاري طبعا على قليب ومثل ما اخترت يا غادة وأهلا وسهلا فيك عنا وعليكم السلام لأحلى قناة حنان وخالد أبو دوام من تل السبع الجواب رقم 300% من تعيبه كمان بتل السبع من تعيبه مثل ما بقول خالد وحنان من تعيبه صحة على قليبه بالضبط هيك فتحياتنا لكم لكل اللي بتعبوا طبعا لا يحققوا أي هدف بجهدهن الخاص الشخصي هذا مهم جدا مثل ورد مناية من المغار الجواب صحيح من تعيبه من تعيبه صحة على قليبه وتفكروا معنا بالمثل الثاني اللي موجود معنا بقول الكسل مفتاح القصر مفتاح الدهر أو مفتاح الفقر انتوا شو بتقولوا على الكسل شمس عجمي من جت الجليل بتقول الجواب صحة على قليب ومن تعيبه أكيد أكيد كمان أهل جت الجليل بعرفوا هذا المثل أيضا مثل خير ام اسماعيل هيفة سويدان ام أشرف سويدان ام سليم فخوري مع كل عضوات نادي الكروم بشاركوا بها الإجابة الصحيحة من تعيبه صحة وهنا بقولولنا كمان على جليبه وحسن وحسين كرم زوز ومريم حامد من الناصري صحة وألف صحة على جليبه إذا كان من تعيبه ما أركن على حدا إلا على تعبه وهذا ما يسعدنا كثير مرات نشوف ناس نسميه عصامية يعني نسمى الإنسان عصام لأنه عصامة ببني حاله بحاله وهذا ما يسعدنا ما أركن مثلا على ورثة معينة أو على أبوه يدعمه بالسيارات والمصاري هو أركن وهو بنى حاله بأول خطوة خطوة طوبة طوبة مثل ما قاله بالظبط أروى محمود شرارة من الناصري أول إجابة صحيحة على المثل الثاني الكسل بتقول أروى مفتاح 100% مفتاح القصر مفتاح الدهر أو مفتاح الفقر توفيق قديس من يافا مساء الخير تحياتنا إلك ولكل الطاقم يعطيك العافية أكيد جوابك صحيح يا توفيق موفق دائما من تعيبه كمان بيافا التلقبيب صحة على جليبه 100% كل واحد بلهجته بقول المثل وفضل رجبه من الكدس على جليبه أو على قلبه ممكن 100% الجواب فكر لنا يا فضل الكسل مفتاح الدهر مفتاح القصر أو الفقر واحد منهم ركاية سمري من الجديدة من تدخل بشيء لا يعني يسمع كلام لا يرضيه من تدخل بشيء لا يعنيه سمع كلام لا يرضيه فمن تعيبه صحة على جليبه بتقول شكرا ركاية وإن شاء الله أن كل مجتمعنا كل واحد لا يدخل بخصوصيات الثانية وهذا ما يسعدنا فاطمي خالدي من شعب صحة على جليبه تحياتنا لكم وأهلا وسهلا ما سمعناك مرة فوزيه ما سمعنا جوابك هناك بالكونترول لا بدك تغيره لأن الكسل مفتاح القصر مفتاح الدهر أو الفقر أم عمر من البعني من تعيبه صحة على جليبه الكسل مفتاح القصر برقم واحد مفتاح الدهر برقم تنين أو مفتاح الفقر برقم تلاتي مثل خير اللي من تعيبه صحة وحلال كمان على جليبه مئة بالمئة فتحياتنا لمن هون ما شفنا الاسم عامر حسين من الناصري تحياتنا لك يا عامر وأكيد اللي من تعيبه صحة على جليبه لشو بتتدخل وبتقوله لا تعملش تشتريش تسويش ما هو اللي تعب وهو اللي جاب هال هالمبلغ ليشتري هالشغلة فأعطوه مجال عبد الرحمن تحياتنا إلك من وين من الكدس أهلا وسهلا فيك من تعيبه صحة على جليبه فوزية حمدون زبطتي طبعا مئة بالمئة الكلام من تعيبه صحة على جليبه أيضا الكسل مفتاح زي ما ذكرت يا فوزية من دير حنة أمال من يافا مئة بالمئة الكلام على المثل الثاني أيضا أم حسام من أبو سنان بتقول الكسل مفتاح مئة بالمئة وهذا المفتاح إن شاء الله ما يكون ولا مع حدا لأنه ما بدنا كسل إحنا بدنا مفتاح آخر هو مفتاح النجاح الكسل مفتاح القصر الكسل مفتاح الدهر بنقم 2 أو الكسل مفتاح الفقر سليم نخلي من الجولان كمان يا سليم مئة بالمئة كمان بالجولان معروف المثل الكسل مفتاح اللي ذكرته تماما سليم نخلي من عين قيمية من الجولان بالشمال من الحج أبو حسام الحجيحية من الطيبة الرقم صحيح مئة بالمئة تحياتنا إلك حج تبارك من يافت الناصري كمان مفتاح مئة بالمئة لقيت المفتاح الصح بالمكان المناسب أم حسام من أبو سنان كمان بتقول الكسل مفتاح القصر مفتاح الدهر أو مفتاح الفقر وكثير ناس بتقولك ابني كسلان وناجح عنده سيارة بتجنن مش مهم مش مهم السيارة ولا البيت المهم يكون ناجح بتفكيره ومشاريعه فالكسل مفتاح القصر الكسل مفتاح الدهر أو الكسل مفتاح الفقر وعليكم السلام ام سعيد من المشهد جوابك صحيح ام سعيد على المثل الثاني والأول أيضا يعني كثار كثار ببعتولي أمثال بتشابه لحن خليها معنا للفقرات القادمة هلا ما تنسوا بكرة هلا بالخميس أكيد بنفس المكان بعد الموج المفتوحة تماما كيفك معك ابو العبد من يافت الناصري الكسل بقول ابو العبد مفتاح مية بالمية أيضا ابو العبد بالنسبة للمثل الأول من تعيبه صحة على قليبه ما كذا بالمثل لشو منتدخل إحنا ومنحط حواجز هو مبسوط تعب اشتغل بالفرصة بده يشتري مثلا دراجة هوائية اشتغل اللي اشتراها كل الحارة لقيت شريت دراجة هوائية راح تزهقها بش راح تطلع إلا مرة خليه مبسوط من تعيبه صحة على قليبه لشو بتدخله فيه عم بحكي باسم كتير ناس ماكلينها يعني مجمورين من مجتمعنا بالتدخلات الخاصة هو مبسوط اشترى سيارة على قده اشترى شغلة للرياضة اشترى حيوان أليف للبيت الكل بتدخل لشو راح تزهق بكرة اعطوا مجال يا عمي خلوا يعيش حياته من تعيبه صحة على قليبه هما كذا بالمثل مثل الخير اميل سمعان من الناصر 100% المثل ايضا الكسل بقول اميل على المثل الاول صح الكسل مفتاح 100% مفتاح القصر مفتاح الدهر او مفتاح الفقر خلينا نتابع سهام فران من حيفا من تعيبه صحة على قليبه 100% سهام ودربت سهم على الهدف كمان الكسل بحيفا كمان يعني في كتير ناس بقولك من ضل نايمين لساعة واحدة الظهر من ضل نايمين يا عمي هذا اسمه كسل بدك تقوم بكير وتشوف الصحة كيف بتسير بالزبط ايه وتنام بكير كمان مش بس انه نقوم بكير نام بكير وقوم بكير شوف الصحة كيف بتسير فالمثل ما كذب والكسل هدول اللي بناموا للظهر بقولي ان انا نمو سيتهن كحلي قوم وشوفوا الطقس محلا حتى لو شتا حتى لو مطر او مفتاح الفقر وصدقونا اللي بفيقوا بكير ناجحين على طول يعني قبل ما يبدأ النهار مخلصين شو عليكم برامج بالزبط هيك ومحضرين لتكونوا ناجحين سيهان فران من حيفا مية بالمية الكلام من حيفا بقولولنا الكسل مفتاح مية بالمية كمان بقرية الدحي معروف رانا زعبي بقرية الدحي بتقول الكسل كل الكسلانين هدول رانا اللي بيضلوا نايمين للظهر هن اساس بالزبط رح يكون عندهم القصر الدهر او الفقر واحد منهم بالزبط وعليكم السلام فاطمي وسارة ونيل سيرو فعور من شعب من تعيبه صحة على جليبه وكمان الكسل مفتاح زي ما ذكرته هناك بشعب تحياتنا لكم اهلا وسهلا فيكم ولكل الشعب طبعا اللي عم بشاهد قناة هلا قناة التوعي وعليكم السلام احمد زعبي من الطيب الزعبي المثل الاول صح شكرا وعلى قلبك كمان والمثل الثاني الكسل كمان بالطيب الزعبي الكسل مفتاح مية بالمية احمد زعبي تحياتنا اليك ايضا جميلة امريم من عرب الحلف الرقم صحيح مية بالمية جميلة وطبعا المثل الاول كمان صح اكيد يعني من تعيبه صحة على قليبه لشو نتدخل ونقول له لا تعملش هيك وتحطش مصاري وتسويش هيك هو تعب اشتغل اكم يوم بالفرصة ليجيب شغلي مثلا في عنا كتير كم يوم بالفرصة ليحققوا حلمين بشغلة رياضية مثلا او اشي بحبوه عندين هواية معين بدين يشتروها اشتغلوا فاحنا منقول مش تقول له ما يشتريش من تعيبه صحة على قليبه يشتري ليش لا وعليكم السلام ام نور من البسم الطبعون الكسل كمان ببسم الطبعون مفتاح متل ما ذكرت ام نور الله ينورها عليك اسماء الياس تحياتنا اليك كمان جواب صحيح من البعني عنا كمان مناية من المغار الجواب صح على قليبه صح والكسل كمان بالمغار مفتاح مية بالمية شو ذكرت هناك مناية من المغار مناية احنا كلنا هون بقناة هلا يكون كل انسان يا جماعة محقق اهدافه او حاطت هدف قدامه بالمستقبل القريب لانه العمر غفلي فحاولوا حققه قد ما تقدروا اهداف بس بدها تعب طبعا لتحققوا اي هدف بدها ناس داعمين حواليكو يعطيوكو طاقة ايجابية مثل قناة هلا وحطوا هدف قدامكو بتوصلوه اكيد ان شاء الله فتحياتنا لكل العامة ببعت لنا كمان اجابات وامتال الكسل مفتاح كمان من عسفيا ابو رامي حسين جوابك صحيح ومن تعيبه يا ابو رامي صحة على قليبه مية بالمية نجلة مرعي من الفريديس بتقول الكسل كمان بالفريديس يعني فيه كتير ناس بتقوم الصبح بتروح تتسيط بتروح على البحر تمشي بتعمل رياضة هدول مش كسلانين الكسل اللي بنامه مثلا الساعة واحدة 12 الظهر بعده نايم بعدها نايمة هدول كسلانين الكسل مفتاح بالزبط هيك مش رح يلاقوه شغلة تانية القصر الدهر او الفقر ابو الامل من عسفيا مية بالمية كلامك على امل يا ابو الامل انه الكل يكون بالعمل مش كسلان هاي مهم جدا مها راسم زعبة من طيب الزعبية من طمرة الزعبية عفواً مية بالمية جوابك مها من طمرة الكسل بتقول كمان بطمرة الزعبية وبتوجه كلامة لكل الناس اللي بضلوا نايمين كل النهار الكسل مفتاح القصر الدهر او الفقر جوابك صحيح مها راسم زعبية ام محمد حسان من طمرة الجواب على المثل الثاني صحيح الرقم اللي اختارتيه مية بالمية ما تغيري عنه وبالفعل بقولولنا المثل واقعي جدا صحيح صحيح ام عمر زعبي من الطيب الزعبية بتقول كتير المثل واقعي المثل الأول طبعا على عدم التدخل بخصوصيات الآخرين ومن تعيبه ومنقول صحة على جليبه والمثل الثاني الكسل مفتاح بالزبط هذا المفتاح اللي منتمنى انه ما يكون مع حدا هذا المفتاح يكون معه مفاتيح أخرى اتوصله لأهداف أخرى ناجحة كمان فخلونا نتابع الكسل مية بالمية الكسل مفتاح صحيح الجواب من وسيم فلفل من الناصري كمان وسيم المثل الأول صحيح أكيد من التعيب صحة على جليبه يا وسيم من تعبك صحة على قلبك هيك بقول المثل ونور الهدى من الريني الله يهدي الجميع يا نور وينورها والكسل مفتاح مية بالمية يعني بعد المثل اليوم كتير ناس رح تفيق بكير بكرة وتستغل كل نهارها من بدايته حتى تعمل أهدافها ويكون ناجحة كل الأهداف وتوصلها خالد أسدي من دير الأسد تحياتنا إلك خالد وجواب صحيح الكسل كمان بدير الأسد في كتير ناس بتقوم بكير وبتسحى على شغل هواعي لكل شيء وبتعمل رياضة الصبح كتير شغلات بتكسب النهار من أول لأنه بعيدة عن الكسل لأن الكسل مفتاح القصر مفتاح الدهر أو مفتاح الفقر كمان بالقدس يعني عشنا بالقدس ومنعرف كيف الناس الصبح بتروح على شغلها بكير ناس بتقوم تصلي ناس بتروح تمشي رياضة كتير ناس فالكسل مفتاح زي ما ذكرت تحياتنا إلكو انفوزة بالقدس نهال زعبي من الطيب الزعبي الجواب صحيح تحياتنا إلك نهال على أمل أن كل الناس تأخذ توعية المثل أن الكسل مش لازم يكون ولا بأي مجال يعني كتير ناس بتقولك ما هو شغله هوين بيضل نايم لا 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 بدك تقوم الصبح تعمل رياضة توكل أكل صحي تمشي شوي تبدأ نهارك بنشاط بطاقة إيجابية كل نهارك بيكون ناجح أما اللي قايم شادين فيه مئة مرة وإمه بتفوت يلا قوم صارت اتناعش صارت واحدة صارت تنتين بعده نايم مش راح تلحق تساوي إشي بالظبط بأيامك كلها حتى فعشان هيك الكسل مفتاح القصر مفتاح الدهر أو مفتاح الفقر لبنى فهم تحياتنا إليك أكيد صح جوابك صح يا لبنى الكسل مفتاح وإن شاء الله ما أحد يكون كسلان لا بالناصري ولا بكل المناطق من شمس عجمية من جد الجليل الكسل بتقول مفتاح مية بالمية كمان بجد الجليل كمان معروف المثل إنهال زعبي كمان جوابك صحيح أيضا غادة من تمرة الزعبية أهلا وسأل فيك غادة بتقول الكسل مفتاح مية بالمية جوابك أيضا المثل الأول غادة الرقم صحيح لأنه منتعبه صح على جليبه ما كذا بالمثل فتحياتنا لكل اللي بتعبوا ليحققوا أي هدف مع دعم طبعا مش إنه مادة دعم معنوي اللي حواليهن يشجعوهن يصلوا على أي هدف بحطوه أمامهن الكسل مفتاح مية بالمية أم الأمير من الناصري تحياتنا لك أم الأمير أيضا يوسف من يافت الناصري جوابك صحيح الكسل بيقول مفتاح كمان بالجيش معروف المثل فيولا هشول بالجيش جوابك مية بالمية صح تحياتنا لكم بالجيش والكسل مفتاح حلو نعمة زعبي من الطيب الزعبي يعني كل الطيب الزعبي عارفة إنه الكسل ممنوع فكتير ناس اليوم من بكرة رح تشوفوا كتير ناس فاي أبكير بسبب هذا المثل لأن الكسل مش راح يوصلكو إلا لا القصر الدهر أو الفقر انتبهوا كتير عم بساعدكو كتير فسهل جدا المثل وكتير ناس بتقولك والله يعني جواب صحيح أم هيثم وأبو هيثم أدهموا آية كيوف من عسفيا صحة على قليبه والكسل مفتاح مية بالمية تحياتنا لكم جميعا متابعين وعندنا كتير كتير إجابات عندنا كمان فضل رجب من الكدس الكسل مفتاح تحياتنا لكم جميعا أيضا يارا ورجوب وجادع وساة من باقة الغربي جواب صحيح تحياتنا لكم الكسل مفتاح واحد من الثلاث القصر الدهر أو الفقر جوابته صح يارا ورجوب وجادع وساة من باقة الغربي مثل أنوار أم عبيدة والعائلة من جت كمالة المثل 100 بالمية الكسل شو بديكون مفتاح وغيرها المفتاح ومن تعبوا بقولوا هناك أم عبيدة والعائلة م Pentagon بقولوا من تعبوا صح على قليبه لشو بتتدخلوا فيه كمان بجات يعني أعطوا الإنسان حقه بالاختيار .100 بالمية فمن تعبوا صح على قليبه والكسل مفتاح كمان 100 بالمية صح من يوسف حلبي من دالية الكرمل. تحياتنا إليك يوسف ولأهل الدالية. وجواب صحيح 100%. من بكرة يوسف ستشوف كل أهل الدالية بتمشوا بين الدالية وعسفية. ستشوف فيقين بكير. بسبب المثل. عطال لأيوب من شفاعمر الكسل. مفتاح صحيح جدا جدا. وهو مثل فارسي تركي. صحيح. وإحنا طبعا استفدنا كتير من الأمثال إذا كانت من سوريا من لبنان. من مصر من تركيا. من العراق. كتير أمثال وصلتنا ولكن تفسيرها اجتماعي عربي. يعني بينفع كل المجتمعات العربية. خلينا نطلع فاصل. قبل الفاصل رقية سمري من الجديدة. بتقول الكسل مفتاح صحيح جدا. فاصل بعده أكم تفاعل على المثل الثاني. ونختم بفقرة الثالثة. ستحبوها كتير. خليكم معنا. ترجمة نانسي قنقر 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 ولكن سنتابع مع نفس الفقرة وبكرة سيكون معنا الفقرات التي كانت معنا اليوم. كمان ما كشفنا عنها بحلقة الغد. هلب الخميس تحياتنا لبلال أمارة والعائلة بكفركنة. وكل الحارة بتتابع البرنامج. كمان وبقولوا الكسل بكفركنة وبكل المناطق. الكسل مفتاح 100% الكسر الدهر أو الفقر. واخترته طبعا يا بلال. وكل العيلة والحارة اختارت الكلمة الصحيحة. فادي حلبي من دالة الكرمل كمان 100% الكسل مفتاح القصر الدهر برقم 2 أو الفقر برقم 3. آمن من الريني. كمان اخترته صح. فبدنا نعمل ماراتون سريع ونشوف كمان مين جواب صح. سوزان من الليد. جوابك صح على المثل طبعا الكسل. وليان شعبان من الليد المثل صحيح جدا الكسل مفتاح شو. بعد معنا تقريبا خمس دقائق ونص مثل ورد والريحين. مبسوطين مع هلارية أمارة كمان من كفركنة بتقول الجواب مفتاح صحيح. الكسل مفتاح القصر الدهر أو الفقر. عم بتجاوبه صح. نوف ماجد من توبة زنجرية جوابك طبعا بدك تغيريه لأنه الكسل ما بيودينا هناك أبدا. مثل خير ام أيمن من يافت الناصري. الكسل بتقول نعم نعم. الكسل مفتاح لا. صحيح جوابك. والكسل مفتاح أيضا عند سائدة من الطيري. جواب صحيح. خلونا ناخد كمان على السريع. خليل حاتم عكري من كابول. 100% كلامك على الكسل. وأنيسي علاء حمود شرارة. حمودي شرارة أو محمود شرارة ممكن. محمود شرارة. أنيسي علاء محمود شرارة من الناصري. الكسل بتقول مفتاح 100% للقصر للدهر أو الفقر عم بتجاوبه صح. بدنا كمان بالدقائق المتبقية. تقريبا أربع دقائق ونص. الرقم صحيح من إم سليم من ترعان. تحياتنا إليك إم سليم. مساء الخير. خالد أبو دوام من تل السبع. الكسل كمان بتل السبع. بالجنوب بالشرق بالغرب وبالشمال 100% الكسل مفتاح فقط لكلمة واحدة صحيحة عم بتجاوبونا عليها. وبعد شوية رح نكشفها وتأخذوا. توعية إنه الكسل ما بيوصل إلا لل يسرى أبورية من سخنين. كلامك صحيح كمان بسخنين 100% معروف المثل. إم حسين عياد من الطيبة الكسل بتقول بالطيبة كمان لكل الكسلانين. مع أنه ما بشوف كثير كسلانين. بكثير أماكن لكل نشيط. نشكر الله. الكسل مفتاح القصر الدهر أو الفقر. وعندنا هنا سراج. من وين ما كتبت لنا؟. بدك تغير الجواب يا سراج. ما بيوصل أبدا الكسل لهناك. وفا حسن. تحياتنا إليك من يافا. الجواب صحيح يا وفا. وعلى السريع كمان بدنا نأخذ كل التفاعلات السريعة. الكسل مفتاح. 100% صح كلامك. بكر أبو تايه من الناصري. تحياتنا إليك يا بكر. واللي منتعيبه بقول بكر صح على قليبه. لشو بتتدخلوا فيه؟. خلوه ينطلق. خلوه يوصل للنجاح. وعليكم السلام. أبو اليزن. وصارة وفرح من باقة الغربية بقولوا هناك بباقة الغربية. كمان الكسل معروف. ما بيوصل إلا لل 100% الكلام بباقة الغربية. تحياتنا إليك. وأيضا الكسل مفتاح صحيح الكلام. واللي منتعيبه صح على قليبه حلال كمان. ومين هنا؟ معنى عامر حسين من الناصري. جوابك صحيح يا عامر. كمان بالناصري كتير ناس بيقولوا للكسل اللي بيضلوا نايمين للظهر. مش رح يوصلوا إلا لل. بالضبط هيك. مرحبا من خالد وتد من جد المتلة. تحياتنا إليك خالد. ومرحبتين. الفقر أكيد يحمل جميع. وطبعا الكلمة اللي ذكرتها صحيحة جدا. الكسل مفتاح الفقر. خلينا نشوف كمان يا رعوسات مية بالمية بباقة بتقول الكسل مفتاح الفقر. كلام صحيح. هالة من اللد كمان. الكسل مفتاح الفقر. واللي من جليبه صحة. واللي من تعيبه صحة على جليبه. يعطيك العافية. والكسل مفتاح الفقر. مين هون بقولنا؟ أبو سامر من المغار. تحياتنا إليك أبو سامر. وأكيد يعني كمان بالمغار. معروف إنه كل الكسلانين ما بصلوا إلا للفقر. لا بنيوصلوا للدهر ولا للقصر. رين مرعي من المشهد كمان بالمشهد. بيعرفوا وبشهدوا إنه الكسل مفتاح الفقر. ما بوصل لنجاح أبدا. والكسلانين إن شاء الله استفدتوا اليوم كمان مثل ما عم بتقولنا ام منذر. وكل أحفادها مبسوطين كمان بتوعية المثل. لأنه ولا حدا كسلان فيهن. لا بالمدرسة ولا بالفئة بكير للمدارس. فالكسل مفتاح الفقر. بعد معنا دقيقة ونص لنأخذ كمان تفاعلات عدنان فاي الزعبة. تحياتنا إليك عدنان. من طمرة الزعبية جوابك صحيح يا عدنان. الكسل مفتاح الفقر. شحادي عماش من جسر الزرقة. أيضا عايدة من دير حنة الفقر. أكيد عايدة من دير حنة جوابك صحيح. أيضا الكسل مفتاح الفقر. احفظوها المثل. لأنه كتير مهم. تحياتنا لفريد جبور. أهلا وسهلا فيك. من يقطة. يعني إصا وصلت يا فريد. كاتب لي. ما بتقرأ كلماتي. كل واحد حسب الترتيب. شو ما بوصل قدامنا. أهلا وسهلا فيك. طبعا مرات بتعالقوا متأخر. بيكون انتهى البرنامج. فأهلا وسهلا فيك. وتحياتنا لكم بيطة. نبيل جرادات من زلفي. بيقولنا الكسل. والله يبعدنا عن الكسل. مفتاح الفقر فقط. معروف. منتهى من عكا. كمان بتقول بعكا. لا مش اتدهر يا منتهى. الفقر. الكسل. مفتاح الفقر. منا فلاح. ام جهاد. من كفر سميع. يسعد مساك. وشكرا إليك. ام الفاهد. ابو فني. من كفر قرع. بتقول الكسل. مفتاح الفقر. خلينا بآخر دقيقة ناخد كمان إجابات صحيحة. معنا هنا الكسل. مفتاح الفقر. من مين؟ من محمد وريان. أمين جمعة. من الطيبة. واللي من تعيبه صحة. عقليبه. الكلام. والمثل ما كذب. فتحياتنا لكم. شحادي عماش أيضا. أهلا وسهلا فيك جواب صحيح. ومعنا كمان إن شاء الله ألحق. وهاته تنأخذ عشوائيا. لأنه آخر دقيقة. نوف ماجد. تحياتنا إليك. أيضا إم طارق. أهلا وسهلا فيك. من أبو سنان. جواب صحيح. شكرا لكم. لبنا فهوم كمان بتقول بالناصري. الكسل مفتاح الفقر. أيضا علوان. علوان. من كفر سميع. كمان جوابك صحيح. شريف زعبي. من الناصري. من تعيبه. صحة أقليبه. الكسل مفتاح الفقر. تحياتنا إليك شريف. أيضا عنا هنا إلمة مرعي من المشهد. جوابك صحيح يا إلمة. وآخر تفاعلات بالدقيقة الأخيرة. أم نبيل. من هنيها بالولادة. وإيامتها بالسلامة. ألف ألف مبروك من باقة الغربية. الكسل مفتاح الفقر. هالتحية من خالد. شكرا يا خالد. وآخر تفاعل. أم يوسف سليمان. من لبعين النجدات. بتقول الكسل مفتاح الفقر. بدنا لقولكم يا جماعة. أن التوعي كبير اليوم. من التعيبه. صحة على جليبه. والكسل مفتاح الفقر. ما كذا بالمثل. تابعوا فيه تمام السابع على البرنامج الإخباري هذا اليوم. نلقاكم غدا إن شاء الله. بتمام أو بعد انتهاء الموجة المفتوحة. مع مبسوطين مع هلاء وهلاء بالخميس. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة